ولكن فقط أريد أن أنوها بأن القمر الصناعي سيتم إطلاقه بعد قليل وأريد فقط أن أشارك معكم ما قام به فريق التقني لميديان تيفي الذي أنتج محاكاة لعملية الإطلاق والتي ستمر عبر مراحل والمرحلة الأولى كما سترون على الشاشة انطلاقا من رسوم أو رسومات للحاسوب اعتمادا على تقنية ثلاثية الأبعاد وما يسمى بتقنية لغيالي تيوغمونتي هذه التقنية التي تمكننا من رؤية أو محاكاة إطلاق الصاروخ فيغا وصنع الإيطالي والذي على متنه سيوجد أو سيحمل القمر الصناعي محمد السادس باء هنا نرى الصاروخ فيغا وفي الجهة الأمامية يوجد القمر الصناعي المغربي كذلك هناك المرحلة الثانية ومرحلة الإطلاق والذي سترون بعد قليل ها هي أمامكم إطلاق الصاروخ فيغا الذي سيحمل هذه فقط محاكاة لما سيكون عليه الإطلاق بعد قليل ثم الصاروخ فيغا الذي يسبح في الفضاء منطلقا نحو هدفه وهو المدار حاملا القمر الصناعي محمد السادس باء وكذلك هناك مراحل أخرى للانفصال والانشطار الطبقات يعني هناك أربع مراحل في هذا الاتجاه حتى يصل إلى هدفه وهو المدار فقط أريد أن أعطي الكلمة السيد لحداني أن يحاول أن يقربنا من هذه المراحل الانشطارية للطبقات حتى يبقى القمر أو يصل القمر الصناعي إلى مداره بالفعل عملية الإطلاق تعد عملية جد دقيقة وجد صعبة وتحتاج إلى ترتيبات معينة لأجل إنجاح هذا العملية الإطلاق فالمرحلة تتم على كما ذكرتم على أربعة مراحل المرحلة الأولى يتم إشعال المحركات الأرضية ليتمكن الصاروخ من الإقلاع ثم تأتي بعد ذلك مرحلة ثانية تدوم حوالي 100 إلى 120 ثانية يتم فيها انفصال الطابق الأول ثم إشعال الطابق الثاني كما نلاحظ في الصورة فتتم هذه العملية أيضا فيما يقارب 100 إلى 120 ثانية يتم خلالها أيضا انفصال الطابق الثاني ثم إشعال المحرك الثالث الذي يمكن أن يستعمل إيصال القمر الصناعي إلى المدار المرتقب هذه المرحلة الثالثة المحلة الرابعة وهي الوضع داخل المدار فيتم خلال هذه المدة دفع المحركات للإيصال القمر الصناعي إلى المدار المطلوب وهذه العمليات كلها عملية دقيقة تحتاج إلى نوع من الترتيبات ونوع من المتابعة لإنجاح العملية كما قلت في البداية فمرحلة الإطلاق هي من أصعب المراحل في وضع القمر الصناعي في مدار المرتقب